في أول ظهور نقادة الأجهزة الأمنية الأردنية بعد الهجوم الإرهابي في الافحاص رفعت الحكومة الستارة عن نتائج تحقيقاتها والتي قادت إلى خيوط تفجير عبوة بدائية الصنع بسيارة تابعة لقوات الدرك أسفرت عن مقتل أربعة عناصر أمنية في مدينة الافحاص المجاورة لمحافظة الصلطة الأردنية مخططات أخرى لتنفيذ سلسلة من عمليات إرهابية تستهدف نقاطا أمنية وتجمعات شعبية الإرهابيون ليسوا تنظيما ولكنهم يحملون الفكر التكفيري ويأيدون داعش القنبلة وبعد تفجيرها قادت الأجهزة الأمنية إلى مخبأ إرهابيين متطرفين يحملون الجنسية الأردنية انضموا إلى تنظيمات متشددة منذ فترة قصيرة تحصنوا بإحدى المباني في محافظة الصلطة وقاموا بنسفه بعد مداهمة قوات مكافحة الإرهاب له ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى بين صفوف الإرهابيين واعتقال آخرين وسقوط أربعة ضحايا من رجال الأمن هم من الأشخاص اللي انتسبوا للفكر التكفيري مؤخرا فلذلك الخطورة كانت تكمن فيه أنه ما فيه معلومات كثيرة عنهم والشيء الثاني من خبرتنا كأجهزة أمنية أنه اللي ينتسبوا حديثا لهذا الفكر الظلامي المتطرف يكونوا مندفعين أكثر من الناس اللي يكونوا عندهم خبرة تداعيات الهجوم الإرهابي ونتائج التحقيقات مع المعتقلين من المتشددين تفرض بحسب مختصين على الحكومة التوجه لإجراء تعديل شامل في سياساتها وفي خطتها لمحاربة التطرف والغلو بالموازات مع قطع الطريق أمام تجنيد الشباب من قبل تنظيمات إرهابية هناك عوامل لتساعد جذب الشباب يعني تساعد التنظيمات وعلى رأس تنظيم داعش في جذب الشباب العمل الديني من ناحية العمل الاقتصادي من ناحية أخرى العمل السياسي أيام حزينة عاشها الأردنيون في أول اعتداء إرهابي هذا العام وتبقى التحقيقات جارية في تداعياته وما إن كانت ارتباطات هذه الجماعة بتنظيمات متشددة خارج حدود البلاد أم أنها خلايا نائمة تسعى لتنفيذ عمليات انتقامية في الداخل الأردني حيدر العبدالي الحرة عمان